ملف بي قطع الاراضي السكنية التابعة الى بلدية النجف من جديد يعود للواجهة بيع وان كان في الشكل العام وفق القانون الا ان في مضمونه شكلا مبتكرا من الفساد من خلال طريقة البيع التي تخضع للرشا والمحسوبية وتأثير المتنفذين وفق ما يراه متابعون ملف قطع الاراضي وبيع قطع اراضي الدولة على ملف قرار 25 وقرار 15 للأسف الشديد تم استغلاله في مدينة النجف الاشرف استغلال بشع جدا وصار وجه من اوجه الفساد بحيث هناك مافيات تسيطر على هذا الملف في بلدية النجف الاشرف ويتم بيع قطع الاراضي باسعار خرافية جدا لاستحصال موافقة الوزير ومن العجب جدا ان دائرة نزاهة النجف والمحافظة واللجان وكل الجهات الرقابية لا تسيطر على هذا الموضوع وتمتلك بلدية النجف العشرات من قطع الاراضي السكنية الموزعة في شتى احياء المحافظة تقوم ببيعها وفق ما عزته الحكومة المحلية للقوانين النافذة مركزيا وهو ما وجدته في بعض جوانبه تعسفا بتطبيقه ما لم تكون هناك تعديلات تضمن سلامة اجراءات البيع قانون 21 هو اتاح للدوائر البلدية ان تبيع وتأجر وتعلن مساطح واستثمار لكل اراضيها هذا قانون مو عن عدده هذا قانون دولة ولكن اليوم اذا كان بقانون بتعسف ضد المواطن نقف بالضد من هذا القانون قطعة اراض بمساحة معينة صالها مثلا اربعين سنة خضراء وامام دور المواطنين من الصعب جدا ان تجي ازيل هذه المنطقة خضراء وتوزحها قطع اراضي سكنية بحجة انه هذه اراضي سكنية هذا غير صحيح ولكن اذا كان هذا الحال ان مناطق خضراء تتحول الى سكن هذا ما مقبول ويرى قانونيون ان هناك العشرات من القوانين تحتاج الى تعديل جوهري للحد من الالتثاف عليها واستغلالها في عمليات فساد وهدر بالمال العام لا سيما القوانين التي تتعلق ببيع اراضي الدولة ملف بيع الاراضي السكنية تابعة الى البلدية يلفه الفساد فعلى الرغم من سن القوانين المعنية بهذا الخصوص الا ان الالتثاف عليها واستغلالها خلال الفترة الماضية كان حاضرا بشكل مستمر بحسب متابعين من النجف محمد رزاق قناة التغيير